مع مرور كل يوم إضافياً من الحرب على غزة يزداد حلفاء إسرائيل أحراجاً ويجدون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه خصوصاً مع ازدياد الغضب الشعبي والمظاهرات المطالبة بإيقاف إطلاق النار ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحتلال بشكل يومي شبكة إنبيسيل أمريكية كشفت أن المؤيدين لإسرائيل في الحزبين الديمقراطي والجمهوري باتوا يفقدون الثقة برئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو وطريقة تعامله في الحرب مؤكدة أن المشرعين المؤيدين لإسرائيل والذين يعملون في لجان الأمن القومي الرئيسة يعبرون الآن عن إحباطهم من قيادة نتنياهو ثلاثة من المشرعين على الأقل تسألوا عما إذا كان لدى نتنياهو استراتيجية لإنهاء الحرب في غزة بحسب الشبكة مشيرين إلى أن رئيس حكومة الاحتلال لا يحظى بشعبية ويتعمد إطالة أمد الحرب من أجل البقاء في السلطة وأضافوا أنهم باتوا يشعرون بتغلغ لعدم الثقة بنتنياهو داخل حكومته وائتلافه وجيشه ما نقلته الشبكة الأمريكية حول الإنقسام الداخل حكومة الاحتلال بسبب نتنياهو وحربه التي لم تحقق أي من أهدافها ليس جديداً ربما إذ كشف موقع ويلا العبري عن محاولة وزير الحرب الصهيوني اقتحاماً مكتب نتنياهو وأن الأوضاع بينهما واصلت إلى شجار بالأيدي بالتزامن مع تهديد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بإحضار قوة جولاني لسيطرة على الوضع في مجلس الحرب حرب يبدو أنها أصبحت مستنقعاً تغرق فيه قوات الاحتلال أوماً بعد يوم تخسر الكثير على المستوى الشعبي العالمي على الرغم من المليارات التي أنفقتها للترويج لوجودها الذي بات القاصي والداني يقر بعدم شرعيته وبأنه احتلال سافر ومتورط بجرائم إبادة جماعية ترجمة نانسي قنقر